مدرسة سانت كريستوفر مدرسة سانت كريستوفر مدرسة سانت كريستوفر مدرسة سانت كريستوفر هذا المبنى في الواقع سيتسع لعدد كبير جدا من الطلبة وسيتضمن عدد كبير من المرافق التعليمية والرياضية وغيرها من المرافق طلعت في الواقع على الصور المبدئية للمشروع والرسومات وفي الواقع وزارة التربية والتعليم قدمت وستقدم أيضا كل الدعم لهذا المشروع حتى طبعا انتهاءه لأنه سيوفر فرص تعليمية للكثير من الطلبة للاتحاق بهذه المؤسسة التعليمية الرائدة أود أن أشكر في الواقع إدارة المدرسة وأشكر أيضا السفارة البريطانية المتواجدة معنا اليوم في هذا الحفل وإن شاء الله موعدنا سيكون قريب في افتتاح المبنى الجديد لمارسة سانت كريستوفر والتي تمثل طبعا في الواقع نموذج مهم جدا للتعليم ذو الجودة والذي طبعا تسعى وزارة التربية والتعليم بتوجهات للحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي وللعائد رئيس مرسل وزارة حفظه الله بأن تستقطب مثل هذه المؤسسات التعليمية المتميزة في ملكة البحر يسعدني أن أكون هنا اليوم في حفل وضع حجر الأساس لمدرسة سانت كريستوفر الثانوية الجديدة ونحن نفخر بهذه المدرسة العريقة المعروفة في المنطقة والعالم كواحدة من أفضل المدارس حيث نسير في هذه الرحلة الجديدة بدعم من الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وهو أمر مثير حقا للتعليم ولقد كانت مملكة البحرين رائدة في مجال التعليم في المنطقة لأكثر من مائة عام وما زالت حتى اليوم مثالا يحتذا به للآخرين ونحن فخورون جدا على تفضيلهم للمناهج الدراسية البريطانية إذ يهدف ذلك إلى تعريف الشباب ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتعليم البريطاني ولا يوجد مكان آخر للحصول على ذلك سوى في سانت كريستوفر في الخطبة الافتتاحية اليوم كنت متحمسا جدا للتوسع الجديد لمرسة سانت كريستوفر وكما تعلمون فهي واحدة من المدارس العظيمة في المنطقة وهذا يعني أن المزيد من الطلاب في البحرين سيتمكنون من الحضور والاستمتاع بهذه التجربة التعليمية المذهلة التعليم للطلاب هنا سيكون على مستوى لا مثيل له حيث بإمكانهم أيضا الاستمتاع بالمرافق التعليمية والترفيهية لتعليم للطلاب هناك لتعليم للطلاب هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر